بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحطة الطرقية بمراكوش حركة دؤوبة للمسافرين الرغبين في قضاء عطلة العيد بين أهلهم وذويهم، حيث يزداد الإقبال على حافلات النقل العمومي المتجهة إلى مختلف مناطق وجهات المملكة. وبالموازات مع هذا الإقبال الكبير والمكثف للمسافرين على المحطة، تعبأت الجهات المسؤولة على النقل بالمدينة الحمراء وداخل محطتها الطرقية من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تساهم في توفير الظروف الملائمة لتنقل المسافرين بكل سلاسة وتجاوز بعض المظاهر السلبية في هذا المجال. المحطة الطرقية تكون مستعدة للمناسبة هذه التي تتعرفها التوفد المهم للمسافرين لتنقل زفطة عيدينهم مع أهل المدويهم. الحمد لله الأمور كلها بيخلوا على خير، يعني هذه هي ظروف جيدة وفحت سلاسة مزيانة، يعني لم يكن لدينا أي مشاكل. المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش تعد من المحطات الرئيسية من حيث الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين تستقبلهم خلال هذه المناسبة. ولذلك تم تشكيل لجنة تضم مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى جانب السلطات المحلية. وبمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة تم توفير عدد كبير من الحافلات بالمحطة الطرقية للمسافرين بمراكش. من خلال منح رخص استثنائية للخطوط المتوجهة خصوصا إلى مدن زاقورا وتنغير ومحمد الغزلان وطانطان نظرا للإقبال المتزايد للمسافرين المنحدرين من هذه المناطق.